النهاردة كان فيه جلسة ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصر الكورت القدم الجلسة دي حصل فيها ايه طيب خلينا اقول لحرورك البداية لان الجلسة جاءة بناء على طلب من الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد الكورة مع الكابتن محمود الخطيب علشان البيان الاخير اللي اصدره النادي الاهلي الكابتن جمال علام اتكلم مع الكابتن محمود في فكرة انه مفيش تجاهل لمخاطبات النادي الاهلي زي ما قال البيان احنا بنرد على مخطبات النادي الاهلي في المخطبات اللي محتاجة رد لان كان هناك بعض الخطبات ما كانش فيه رد عليها او كان تم الرد مسبقا بنفس الصيغة فمش اينفع كل شوية نقرر نفس الصيغة اتكلم معاه في موضوع الشيبي وحسين الشحات ووعده الاستاذ جمال علام ان موضوع الشيبي ده هينتهي تماما الاسبوع المقبل بالاعلان عن قرار لجنة الانضباط خلال الاسبوع الجاي يعني قاله نهائيا هنقولك كل حاجة سوابها بيقاف الشيبي حقه يروح للمحكمة زي ما يعني القرار اللي هطلعه لجنة الانضباط هنختر بين نادي الاهلي مباشرة المحور الاكبر في الجلسة كان الحديث عن الدوليين وده اللي راح عشان خطره لقصاص جمال علام فكرة الدوليين هينضموا لمعسكر المنتخب امت فالكابتل محمود الخطيب قاله احنا ما عندناش مشكلة في المباريات الكاس زي ما الناس بتتكلم احنا عندنا نهائي يوم 25 كلر واللعيبة شايف يعني كلر شايف ان اللعيبة دي محتاجة فترة راحة لان الاهلي عنده لسه مشوار طويل من المباريات بعد عاقب نهاية افريقيا وبالتالي صعب ان اللعيبة دي تلعب فكل اللي احنا طلبينه منكم بدل ما اللعيبة تنضم في بداية المعسكر يوم 27 تدهم يومين زيادة او 3 ايام ينضموا يوم 29 او يوم 30 وكده كده الاجندة يوم 3-6 وانا من حق قانون انا اديك يوم 3-6 اللعيبة لكن عشان منتخب مصر واحنا بندعم الكابتن حسام حسن كلام محترم اه اللعيبة ممكن تروح لك يوم 29 او 30 على الاقل ياخده 48 ساعة راحة زيادة انه ياخده راحة سلبية كابتن جمال علامة اتكلم في فكرة انه ممكن مباريات الكاس تتأجل عشان اللعيبة الدولية كابتن محمود رد عليه وقال له احنا مش مشكلتنا في كاس مصر ان حتى لو هنلعب كاس مصر واللعيبة دي معانا مسترياحة او مراحتش مع اسكر المنتخب اللعيبة لان تشارك في مباريات كاس مصر اللعيبة الدوليين انهم محتاجين فترة راحة وما فيش توقف تاني يقدروا ياخدوا فيه راحة غير التوقف المقبل وبالتالي لازم اللعيبة دي تستريح وده حفظا عليهم وحفظا على المنتخب واحنا في ظهركم وفي دار الكابتن حسام حسن وخلصة الجلسة انه يبقى فيه اتصال او تنصيق ما بين مستر كولر والكابتن حسام حسن على اللعيبة اللي عايزها وموعد الانضمام وما فيش اي مشاكل ما بين الاهل والتحاد الكور السؤال كده مالوش يا الله أخبر الكلام ده كلام محترم جدا طبطري استاذ جمال علام طلب من الكابتن محمود الخطيب جلسة بعد البيان الاخير اللي عمله النادي الاهل تمام كثير من البيانات الفتحة الاخيرة زمالك واندية اخر طبعا طيبا كل الاندية يطلعي ببيانات على الحكام وعلى اللي بيحصل كارسة كبيرة هلو استاذ جمال علام طلب كمان جلسات مع رأسان الاندية دول لا يا الأزمة والأهل مراحش عشان قطر البيان يعني الجمال علام مراحش للأهل عشان قطر بيان التحكيم وراح له في البيان بشكل عام حتى تطرقوا الجزئية التحكيم وقال له تحكيم أجنبي ولا تحكيم مصري فقال له ده موضوع فيه بريرة واحنا هنعرض الموضوع لبريرة سواء ليك أو لأي نادي تاني محتاج حكام أجنبي الموضوع مع بريرة هو بريرة اللي يفصل مين يحكم أو مين ما يحكمش ده بالنسبة لجزئية التحكيم لكن ما اعتقدش أن مستر جمال علامة أو أستاذ جمال علامة يروح يعود مع حد عشان التحكيم وراح يراد النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي وبيفتح صفحة جديدة تمام